السلام عليكم. اخباركم ايه? رب دايما بخير وسعادة وراحة بان. صباحكم فل وصباحكم ياسمين. دو صلاح كده للفيديو. كملوا معايا فيديو للاخر. النهاردة جابلكو لغدا كله في حلة واحدة. يعني مش هنحمر بجا ولا هنجلي ولا هنخسل موعين ومتياجلي دي اهم حاجة. هنعمل النهاردة ان شاء الله المبكبكة الليبي بس هنعملها بطريقة ازاي? يعني مش اضافات او اه مش هنعملها بالطريقة الاصلية. في حالات ممكن الناس ما تكبلهاش في الاكل فبيتغيرها بترجته. زي مسلا الزيت. هنستخدم زيت درة. مش هنستخدم زيت زيتون. وزي كمان اللحمة هنستخدم برضو لحمة بجري. مش هنستخدم لحمة معز او ضاني. تفاجنا على كده التفاجن. الاول كده معايا نص كيلو من البصل. انا منحب ان اعمل لها بصل كتير شوية. ومعايا نص كيلو من الماكرانة. ومعايا كيلو اللي اربع من اللحمة. تجلي الاضافات دي بحالها باجا لايجا على بعضها. وكميات مزبوطة مع بعضها. بطلع لكم اه مبكبكة في الطعم وفي الشكل وفي الريحة ما فيش بعد كده. مساكت البصل اللي عندي على فصن توم. وفرم توم في الكبه. فرم يعني ميل كده للنعم شوية. تمام? تمام. عشان ما يكونش ظاهر في الماكرونة واحنا بناكلها كده. وديبت حالة كبيرة شوية عشان خاطر تاخد معايا كل الكمية اللي معايا. اه استخدم حالة كبيرة شوية عشان خاطر تكون مريحاكو في التجليب. وكمان الماكرونة دي بيكون فيها صوص شوية كده. اه لو استخدمت حالة صغيرة هتعجل معاكو الماكرونة من تحت. وهتغلبكو في التجليب كده وممكن اه تخلي الماكرونة مش مستويه حلو. حطيت باجا حالة على النار حالة كبيرة شوية. وفيها حوالي مسلا نجوه ربع كباية كده من الزيت. استخدمت زيت دورة المرادي. ما استخدمتش زيت زيت او. نزلت بكل كمية البصل لان انا فرموها. وزي ما قلت لكم عزيزي هفورم ميل للناعم شوية. بس طبعا مش زي الكفتة. نعمة بسيط كده عشان خاطر ما تكونش ظاهرة في المقارون. وبعد ما نزلت بيهم باجا نديهم تجليبتين حلوين كده محترمين. في الزيت. صلوا على الرسول واسكور الله. هجيدكم ان شاء الله تكون تخلص كده فيها بركة وكمان يخلص ما فيهاش ولا غلطة. نزل باجا باللحمة زي ما قلت لكم اللحمة اللي معايا دي اللحمة بجري. ما قطعها مكعبات كده مش عجم وسط لا هي كبيرة ولا هي صغيرة. عشان تستوى معايا بحلو. وكمان عشان نغربها في الطبق مع الماكارونة تكون مش مش كطع كبير. ونديها تجليبتين حلوين مع البصل. ننزل بنص المعلاجة من هريس الشطة لو انتم عايزين هبصهم كده وعايزين دلع بجع حط النص المعلاجة دي. بتخليها كده ايه? فيها سنة شط شطة بسيطة كده بس بنفس الوقت ما بتكونش هي حراجة زيادة لو فيه اطفال هتاكل ولا حاجة. تجليبتين حلوين تشويحة حلوة البصل والتوم بيطلع ريحته باجا مع اللحمة وبتكون ريحتها فضيعة. وتقدر تستبدو اللحمة بالاا بالقطع من الفراخ برضو هتقطع الفراخ على طبعا القطع وتنزلوا بيها مطرح اللحمة. هنا باجا كان عندي فلفل الوان مكعبات بس كان اخضر واحمر. آآ وكان عندي موجود في الفريزر. فاخدت منه حتة ونزلت به. ممكن تنزلوا بيها لو انت عندكم آآ فلفل الوان صابح كده او فلفل اغطر. زي ما تحبوه ممكن ما اضفوش لو مش بتحبوه طعمه مع اللحم. تجليبتين حلوين برضو. اهم حاجة كل حاجة تتجلب مع بعضها كده وتاخد من الريحة ومن الطعم. التشويحة دي اهم حاجة بتدي ريحة آآ للطبخة بتاعكم. وكمان بتدي طعم حلو. ننزل بقى بآآ معلاجة صغيرة كده من سبع بهارات. نص معلاجة صغيرة من الفلفل. ومعلاجتين صغيرين من الكركم. انا اوجات كتيرة بنعملها بمعلاجة كبيرة من البهارات الكابسة. بس ما كانش متوفر عندي فنزلت بمعلاجتين من الكركم ومعلاجة صغيرة من السبع بهارات. هتديلي نفس الطعم ونفس الريحة. تجلبتين حلوين شايفين اللون اتغير ازاي? هنرىبكوا كمان من جريب. اهو. لون الكركم بجأة ادى اللحمة لون فضيع. وكمان يا ريحة طلعت بجأة بالتشويح كده مع السبع بهارات والتوم والبصل. يا سيدة عددنا. ننزل بجأة بعصير الطماطم. انا هنا كنت ضربة طماطم آآ مطلعها الجشر المجشرها يعني من الجشر بتاعته. فمش محتاجة نصفيها. دربتها على طول في الخلاط. ونزلت بها. نزلت بحوالي مسلا نجول كيلة لربع من الطماطم. هتخلي الماكرونة معي. في اللون مزبوطة كمان. آآ مش هتكون حمرة زيدة ولا هتكون آآ بهتة كده ما فيهاش لسنة حمرات. وهنا بنغلي مية عشان خاطر عند الحنفية كتبطعة ومعنديش سخن يعني مش شغال. فغلت مية. ما نفعش نزودها مية بردة. اي لحمة او اي بوكاليات بالزاد. لو بتغلي على النار نزودها مية سخنة. ست بقى اللحمة السبكت كده مع البصل والطماطم لحد ما بقيت لونها كده غامج وحل. وبعدين زودتها كوباية مية تغلي. آآ وحنسيبها تكمل تسويتها لازم طبعا نسوي اللحمة لحد مسلا تسعين في المية كده. اول ما نحس انها خلاص بدأت تستوي ننزل بالمكرون. عشان طبعا المكرونة بتاخدش تسوية مجرد سبع دجاج او تمن دجاج بتكون استويت معانا. فاللحمة بجا اي نوعية هتنفع عشان خاطر احنا هكده كده هنسويها في الصلصة دي لحد ما تكمل تسويتها فاللحمة ضاني بجا ماعز بجري مش هتفرق. هنا خلاص بنأكد بنشوف اللحمة استويتها لا لا كل ما بتنجس منها المية كل ما بنزودها. لحد لما تكمل تسويتها براحتها. لسه حد وقت ما ضفناش ملح. هي التوابل بس اللي ضفناها. ايوانا هنضيف ملح بجاة كده هيبقى خلاص كده استويت. وهننزل بالمكرونة على طول. خلاص هنا لاجتها استويت هايت. نزبط بجاة المية ونزبط الملح وبعدين ننزل بالمكرونة على طول. هنستخدمت مكرونة من اللي هي المكسوسة الصغيرة دي تستخدم اي نوع مكرونة. حتى لو مكرونة اسبكت من الطاولة دي تقطعوها مثلا تلاتة آآ على تلاتة كده عشان ما تكونش طاولة زيادة وننزلوا بها عادة. مش هتفرج يعني نوع المكرونة فيها. غلوة تان تلاتة بجا مش عايزها تشرب طبعا كل المية اللي فيها. هي بيكون فيها نسبة كده من الصوس كده الحلو الفضيع دي. وغلوة تان تلاتة بجا كده كده ونطف عليها وبتتغرف على طول وتتاكل سخنة. ما بتستناش حلوتها في كده ما بتاخدش وقت كله في حلة واحدة اول ما تخلصت التاسويتة على طول بتنغرف على طول وعلى الاكل عادي كده. في احلى من كده المكاجلة ما فيش احسن من كده ولا ابسط من كده. وكل ما كنت بنعمل حاجة بنشط بالمطبخ ورا مني والمواعين ورا مني فبصهم نلف كده ما لاجيش مواعين ولا لاجي اي حاجة ولغدا كله في حلة واحدة. متهاجل ما فيش دلعة اكتر من كده. نغرب بجا الاطباجنا الحلوة ديت. شايفين اللي هنها عامل ازاي? كده ما بين البصل والمكارونة واللحمة كده فضيعة فضيعة. ورحيتها كمان كانت جالبة للشارع كله. فالصين التوم كمان فارجين معهم. في ناس بتاع ما بتضفهمش. انا بنحب نضفهم. بيفرقوا في طعم الاكل. نغرب بجا الطبق على جد الفرض كده. في قطعتين لحمة في قطعة واحدة على جد ما انتم عاملين. ممكن تضفوا فراخ زي ما قلت لكم. زبطوا نفسكم وزبطوا اكلكم كده. معها شوية مخلل. ممكن مسلا ان شوية خضار. هي بتعص اكتر من كده. لان هي فيها كل حاجة. فيها اللحوم وفيها النشويات وفيها كمان الخضار. هي مجرد بس معلجة. ولمونة مع صفرة زي ديت وخلاص على كده. شايفيني الحلوة عاملة ازاي? يسيد عبدالع وعش اياك. مكرونة نحس ان هي كده ايه? شيك كده في نفسها كده. مش محتاجة حاجة جنبها ايا بس الواحدة كده مالكة على الصفرة وخلاص. اللحمة كمان دايبة ومستوية كده. صوص اللي فيها هدية لازم ان تخلوها طريقة كده وحلوة هي اصلا بتعمل كده. وكمان من جريب بصوا لونها عامل ازاي? طوح فما فيش بعد كده. المكارونة كمان بتاخد بس غلوتين تلاتة وتطفع عليها وتغرفوها على طول. وتأكدوا ان اللحمة استوت وبعدين ينزلوا بالمكارونة وزبطوا ملحوقوا. وبالهنة والشفة اللي شاف وبالهنة والشفة اللي جرب ان شاء الله. ويا رب يكون الفيديو عجبكم وتجربها بالطريقة دي. جطاعوا اللحمة مكعبات اللي هتكون كبيرة ولا صغيرة. عشان تكون واضحة كده في الطبق واللي يشوفها كده. بصوا يتم لعناك كده. ايه رأيوكم بجأة في الغدانة النهاردة? تاكلم فيش اسهل منه. تلاقيك بجأة للفيديو واشتراك له القناة. ونشوفكم على الخير في فيديو تاني. واسبكم فرعاية الله مع السلام.